مدير النوافذ i3 حكينا بفيديو سابق عن كيفية تثبيته على Arch Linux وكمان حكينا عن كيفية التعامل معه باتبار انه هو مدير النوافذ اللي اغلب الناس بتبتدي مشوار الويندو مانجرز معه وكمان حكينا عن بعض الخطوات الاولية اللي لازم انك تعملها وقت اللي بتثبت هاد الويندو مانجر مثل كيفية تغيير الوان اطارات النوافذ كيفية تغيير الكي بايندينجز وحكينا عن هاي الامور بس ما كملنا بكيفية تخصيص الويندو مانجر والستاتوس بار بحد ذاته وهاد الشي اللي رح نعمله اليوم بالتحديد رح نشوف كيف رح نخصص الستاتوس بار اللي بيشي بشكل مسبق مسبت مع ال i3 بس نحنا لازم نشوف كيف رح نعمل عملية الكونفييريشن او التخصيص رح نمجي فيها خطوة بخطوة ما رح استعرض كيف رح اكتب كل واحدة من الويتجتز لانه هاد الكلام اكيد بيكون راجع لكل مستخدم ولاحتياجاتك بس نحنا رح نشوف الخطوط العريضة بكيفية تخصيص هاد الستاتوس بار انا ما عمل يقول التوب بانيل او اللور بانيل لانه مكانها الافتراضي وقت اللي بثبته رح يكون تحت نحنا رح نشوف كيف رح نغير هاد المكان كيف رح نعطيه الوام مختلفة كيف رح نعطيه شفافية وكيف رح نضيف الامور او الستاتوس اللي بدنا نشوفها الستاتس وكيف رح نضيفها من وين رح نجيبها واذا ما كانت موجودة كيف ممكن ان نضيف اللي بديها هلا حكيتها من ثواني انه الاي ثري بيجي معه ستاتوس بار بس هاد الستاتوس بار لوحده او حزمة اي ثري او اي ثري جابس نحنا كنا مسبتين بالفيديو اي ثري جابس اللي بتعطيني الفراغات حوال النوافذ او بيناتها بس ما بيعطيني امكانية ما بيعطيني الويجيتس بحد ذاتها لهذا الشي في عندي اكتر من حزمة ممكن اني استخدمها اشهر حزمتين لاضافة الويجيتس للستاتوس بار هن الاي ثري ستاتوس من اسمها او الاي ثري بلاكس انا شخصيا تفضل اني استخدم الاي ثري بلاكس في حين انه الاي ثري ستاتوس اول ما بتثبتها مباشرة وبتضيفها بالقسم الخاص بالكونثيريشن فايل راح تلاقيها انه اشتغلت فهاد مناسب للناس اللي ما بدها تعمل عملية الكونثيريشن او ما عندها الوقت لتقوم بهاي المهمة نحنا اليوم راح يكون تركيزنا كله على الاي ثري اه على الاي ثري بلاكس وبالتحديد راح نضيف معها حزمة تانية اسمها الاي ثري بلاكس داش كونتريب اللي راح تعطيني كل الاسكريبتات اللي بدي اياها انا بس راح يكون علي اني اعمل عملية نسخ و لسق و راح احصل على النتيجة المرضية اللي انا بالاخير عمالي دور عليها فالاي ثري بلاكس بحد ذاته مثله مثل الاي ثري او الاي ثري داش جابس راح يكون بالاعمل اغلب موجود على مستودعات التوزيحة اللي عمالك تستخدمها فما في داعي انك تروح لاماكن غريبة لانك تحصل عليه فبحالة ارتش لينوكس انا مجرد اني قلو باكمان داش كابتال اس لور كيس اس اي ثري بلاكس راح شوف انه الاي ثري بلاكس موجود على مستودعات ارتش و انا اولا مثبته فيحين انه اليو اي ثري بلاكس ن Josh Constoryb هاد ماله موجود على المستودعات و لازم انو يكون في عندي اليو او البيت مثبت علي الناعدات لحتى ضيف اليو اي ثري بلوكس داش كونتريب من اليو او البيت هاب فبع بهاتبار انوا اليو اي fighter مسبت لجي Só راح نجي اليجون يتخدم و راح ندور على اليو اي ثري بلاكس DASH رح نأتي لزر الكود الأخضر وننسخ الرابط وبعدها رح نرجع للترمينال ورح نقل له ورح نعمل عملية باست للرابط اللي نسخنا وهذا رح يعطيني المستودع أو المجلد اللي بيحتوي على كل الويدجيتس والسكريبتات لأن بالأساس الويدجيتس بالآي ثري أو هي عبارة عن سكريبتات باش ما فيها أي شي سحري فأنت إذا ما لقيت السكريبت اللي بدك إياها بتكتبها فما في داعي لأنك تخاف من أنه ما تلاقيها فهلأ لو جينا وقلنا له رح شوف أنه مجلد صار موجود عندي بالهوم ديركتوري هلأ أنا ممكن أني خليه بمكانه الحالي واستخدمه من هوم مباشرة بس لحتى ما نعمل زحمه بالهوم ديركتوري خلينا ننسخه لمكان أفضل من هات المكان وأنا بفضل دائما أنه يكون في عندك كل البايناري فايز أو السكريبتات أنك تحطها ضمن مسار .local.bin طيب إذا كان ال .local.bin ما له موجود فرح نعمل هاد المسار فرح نقل له make.local.bin بعدين رح ننسخ المجلد اللي هو ال i3 blocks رح ننسخه للمسار الجديد فرح قل له أو رح نعمل عملية نقل فرح قل له move .local.bin هلأ لو قلت له ls-la.local.bin رح نرى أنه مجلد .locs-country صار موجود بالمسار الجديد طيب خلصنا من المعطيات الأولية اللي بدياها بعدين خلينا هلأ مباشرة ننقل اهتمامنا أو نوجه اهتمامنا لعملية تخصيص البار بحد ذاته هاد الشي رح نعمله بconfiguration ال i3 بحد ذاته ال configuration الاصلي الخاص بال window manager اللي رح يكون موجود ضمن مسار .config فباستخدام اي محرر نصوص سواء ال vim او ال neo vim او ال nano رح نفتح هاد الملف فبال neo vim رح نقل له .config i3 والconfig فرح نجي بهاد الملف لنهايته للقسم اللي موجود عندي فيه كلمة البار او قسم البار وبعدين فيه عندي قوسين فتح واغلاق رح شوف انه بهاد القسم الشي الوحيد الموجود عندي حاليا هو status the underscore command فانا هاد القسم بدي غيره ورح ضيف المحتويات التالية طيب شو هي الاشياء اللي ضفتها انا قلت له انه ال status اللي بدي استخدمها اللي هي ال i3 blocks بدل ال i3 status اللي كانت موجودة بالبداية بعدين قلت له انه بدي يكون في عندي transparency يكون في عندي شفافية بعدين قلت له اني بدي انقله للقسم العلوي من الشاشة باستخدام ال position top وبعدين غيرت الالوان اللي بدي استخدمها ف لل background او للخلفية قلت له انه يكون في عندي لون شبيه بالابيض ومثل ما اللي شايف انه هون عاطيه قسم الشفافية فالكود الخاص بالالوان هو عبارة عن 8 digits او 8 خانات بدل ال 6 لانه بدي يكون في عندي شفافية بمقدار معين وبعدين بالنسبة لل workspace الفعال او النشط او اللي انا موجود فيه حاليا اللي هو الرقم واحد مثل ما انا شايفين هون هاد بدي اغير لون الاطار الموجود حوال اسم او رقم workspace بدي احطه باللون الاحمر بالنسبة لخلفية ال workspace بدي اعملها بلون مطابق للون ال status bar وبالنسبة للخط بدي احطه لون اسود او شبيه بالرمادي باعتبار انه ال bar بحد ذاته رح يكون بالابيض طيب خلينا نحفظ هاد الملف ونعمل اعادة تشغيل لل ويندو مانيجر بحد ذاته باستخدام السوبر اللي هو زر ال ويندوز وشفت وار فراح نشوف انه ال bar متقل للقسم العلوي لون الخلفية يتغير وكمان بالنسبة لل workspace او ال indicator الخاص فيها صار في عندي اطار باللون الاحمر الخلفية بنفس لون status bar بحد ذاته ولون الخط صار باللون الاسود هلا هاد الكلام لحد الان جميل وبسيط وما في اي شي بس وين هي ال widgets اللي حكينا عنها انه بدنا نستخدمها هلا انا شايف انه في عندي بعض ال widgets اللي جاي من حزمة i3 blocks الاساسية اللي سبتناها بس لحتى انضيف i3 blocks dash country خلينا اول شي نضغط زر الاعجاب اذا عجبكم الفيديو وبعدين خلينا ننشئ ملف جديد او مسار جديد ضمن مسار ال dot config وراح نسميه i3 blocks فراح نقل له make dear dot config i3 blocks طبعا اذا قدرت اكتب بشكل صح طيب ضمن هاد المثار راح نعمل مجل ملف جديد راح يكون اسمه config باستخدام el vim او el neo vim فراح نقل له envim dot config i3 blocks وراح نقل له slash config هلا حاليا هاد الملف فاضي ما في اي محتوى انا لحتى استخدمه او لحتى عبيه خلينا نرجع للجيت هاب الخاص بال i3 blocks dash country هلا هاي النافذة او هاد الwind او هاد المتصفح خليني احطه جنب التيرمينال وراح نجي لل i3 او للجيت هاب ومتل ما انا شايفين انه هون عندي كل الودجيت او الاسكريبتات اللي ممكن اني استخدمها هلا انا اذا دخلت لا اي واحدة من هادور راح يعطيني كيفية استخدامها بالشكل الامثل او بالشكل اللي بديها فخلينا على سبيل المثال نجي للودجيت او للسكريبت الخاصة باستخدام ال cpu اللي هي cpu underscore usage فلا حتى استخدمها راح شوف انه راح يقل لي اذا كانت هاي السكريبت بحاجة لا اي حزم اضافية اللي هي ال dependencies اللي لازم اني سبتها ولا لا وكمان عاطيني كيفية استخدامها بملف ال config اللي بديها فخلينا ننسخ هاد المحتوى بالكامل متل ما هو ونجي لملف ال config ونعمله عملية اللسق بهاد الملف راح نعمل اهم تغيير لحتى تشتغل السكريبت بشكل صح الا وهو اني عدل مسار ال command بحد ذاتها لا ننسى انه نحن حطينا مجلد ال i3 blocks dash country ضمن مسار ال dot local bin فهذا الكلام لازم اني غيره بقسم ال command بعد او بقسم السكريبت اندرسكور دير فرح خلي الدولار ساين على حل بمكانها ورح غير هاي الكلمة فانا رح قل له دولار ساين هوم slash dot local slash bin slash i3 blocks dash country بعدين slash cpu underscore usage هاد هو المسار اللي موجودة في السكريبت وال cpu usage التانية اللي هي السكريبت بحد ذاتها فكمان حفظت هاد الملف باستخدام النقطين دابليو لسا ما رح اعمل له اعادة تشغيل لانه ازا جينا للسطر اللي بعده رح شوف الليبل او التعليق اللي بدي يظهر بهاي السكريبت اخذ لي كلمة او احرف cpu انا ما بدي هدول الاحرف انا بدي حط ايقونة كمبيوتر على سبيل المثال فهلأ لحتى حط الايقونة بحد ذاتها خلينا نجي نرجع للمتصفح ونجي لقسم مثلا لاي صفحة مثل ال nerd fonts وندور على cheat sheet مثلا ورح ايجي لهات الرابط رح يكون موجود بسندوق الوصف فبخانة البحث رح ندور مثلا على desktop ورح ايجي لاي واحدة من الايقونات وانسخها انا بدي انسخ الايقونة بحد ذاتها رح انسخها نرجع للليبل ورح نغير ال cpu انامل عملية لسق لا الايقونة ويفضل اني حط space بعدها هلأ خلينا نحفظ هاد الملف ونطلع منه باستخدام النقطين wq بهاد الشكل ما رح تطلع عندي الايقونة لان لحتى تشتغل الايقونات بشكل صح لازم يكون اني مثبت على النظام خط بيدعم الايقونات بحالة arch linux رح نثبت الحزمة الخط هو هو وينما كان بكل التوزيعات بس اسم الحزمة ممكن انه يختلف من توزيعها لتانية بحالة arch linux رح يكون اسم الحزمة رح يقل له sudo pacman-s ttf-font-awesome رح نثبت هاد الخط وهلا لو قلت له space shift r رح شوف انه ما طلع عندي اي شي بس ليش ياترى ما انا ضفت الاسكريبت للاي 3 contribute او الاي 3 blocks لو رجعنا للgethub رح شوف انه في عندي dependency في عندي حزمة لازم اني ثبتها لحتى يشتغل اللي هي ال mp stat فلو رجعنا لمدير الحزم وقلت له pacman-capital s lowercase s mp stat رح شوف انه اسم الحزمة اللي لازم اني ثبتها لحتى احصل على ال mp stat اللي هو السيس stat فرح نقول له sudo pacman-capital s capital case s ورح نقول له السيس stat طيب هلا لو رجعنا وعملنا اعادة التشغيل للويندو مانيجر مرة تانية فرح شوف هلا يمكن ما له واضح هون ابدا بس هون في عندي بعض الاحرف او بعض الاشياء الصفرة اللي ما اللي شايفها ليش لاني حاطت ال background باللون الابيض فخلينا نرجع لملف ال config بحد ذاته فرح نقول له envim.config i3 blocks config ورح نشي لهات القسم او لل cpu usage ورح نغير ال color normal بالبداية رح شيل ال hash من بداية هات السطر وبدي اعمله باللون الاسود فرح نقول له ثلاث ماني رح يكون واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة مزبوط رح نحفظ هات الملف ونعمل اعادة تشغيل للويندو مانيجر ومثل ما اللي شايف انه طلع عندي ال cpu usage باللون الاسود بالstatus bar في ابسط من هيك عملية تخصيص للويندو مانيجر ما بتوقع ابدا طيب خلينا نضيف script تاني او widget تاني شو بدي ضيف بدي ضيف الساعة فرح نرجع لملف ال config بحالة الساعة ما رح روح ال i3 blocks dash contribute وانما رح ضيفها باستخدام ال command مباشرة فرح اجي لهات الملف ورح ضيف سطر جديد ورح افتح cost ورح قل له بدي سميها time طيب رح نقل له command يساوي رح قل له date بعدين space رح قل له زائد ورح قل له h و m بعدين بدي قل له كل ال day لازم انه يعمل عملية تحديث لهي command فرح نقل له interval يساوي 60 هات الرقم بالثواني يعني عمل لي عملية التحديث لهي widget كل دقيقة وبعدين بدي اعطي لون فرح نقل له color يساوي رح اعطي نفس اللون اللي كنت نستخدمه فوق وبعدين رح قل له pack ground و بدي اعطي لون احمر على سبيل المثال فرح نقل له هاش صفر صفر اف اف واحد اين تلاتي اربع اربع اصفار رح نحفظ هات الملف مرة تانية و رح نعيد عملية و رح نعيد تشغيل ال window manager فكمان super shift r فراح شوف انه طلعت عندي الساعة كان في عندي غلط بهاي الساعة انا بين الساعة والدقايق بدي كون في عندي نقطين هاي عملنا عمليات التعديل فراح شوف انه الساعة طلعت عندي باللون الاسود ال background باللون الاحمر ال cpu usage لساته موجود وبين ال two widgets في عندي خطشة قولي بيفصل لهم اللي هو separator لحتى اعرف وين اول واحد بتبتدي وين التانية وملاحظ باعتبار انه انا حطيت widget الوقت او script الوقت تحت widget ال cpu فهي طلعت على يمينها فهذا الشي بساعدني بترتيب ال widgets بالمكان اللي بديها فهيك شفنا انه عملية اضافة ال widgets لل i3 status bar بغاية البساطة ممكن انك تستخدم ال i3 status ممكن انك تستخدم ال i3 contrib ممكن انك تضيف ال comment مباشرة لملف ال config وممكن انك تكتب ال script اللي بدك اياها وتعمل لها عملية اضافة بملف ال config يا ربي كون الفيديو عجبكن وبامان الله يا ربي كون الفيديوailleurs نا ربي انحبه يق Britney Intime يا ربي المترجم للقناة